اهلا بكم مشاهدين القرار في الحلقة الماضية توصلنا لنقطة مهمة جدا وهي أولا واعتمادا على مادة الخطاطة بليوغرافي عرفنا أن الخط العربي الذي دونا به القرآن لم يكن مكيا ولا مدنيا كما يعتقد القرآن لم يكن محفوظا في الصدور كما هو شائع وقدمنا 14 القراءة مختلفة رسمية معترف بها بين المسلمين وطرحنا سؤال عن أقدم مخطوطة قرآنية في العالم هل توافق مصاحفنا الحالية قبل أن نرد على هذا السؤال نحتاج لإلقاء نظرة على الرواية التي وصلتنا عن بدايات جمع القرآن وإشكاليتها قلنا فيما سبق أننا لا نملك أوتوغرافي صاحب النص أي خط يده لأنه بحسب المراجع الإسلامية فالرسول محمد كان أمي لا يعرف القراءة والكتابة وهذا الخبر طبعا عليه عدة تساؤلات فلو قبلنا جدلا بأمية الرسول في ظل الحرص الشديد والمحافظة على كل شيء يتعلق بالدين الإسلامي أليس غريبا أن لا نجد خط يد صاحبي واحد استطاع المسلمون الحفاظ على مصحفه قد يرد أحد أن لنا مصاحف تعود للخليفة عثمان بن عفان ومنها المصحف الشخصي الذي كان يقرأه أثناء قتله وهو مصحف المشهد الحسيني بالقاهرة ولكن بالرجوع إلى مادتي علم المخطوطات والخطاطة نجد أن هذا القول لا يقف على حقائق حقائق لأن هذا المصحف بالخط الكوفي علما أن هذا الخط ظهر في عصر عبد الملك بن مروان الخليفة الأموي الخامس فبالتالي لا يمكن أن يكون للخليفة عثمان وكذلك توجد به على الأقل ثلاث قراءات مختلفة وهي قراءة الشام خاصة في صورة الأنعام الآية 137 ويونس 96 وقراءة الكوفة خاصة في صورة المؤمنون 112 و114 وقراءة مكة خاصة في صورة محمد 18 وينفرض هذا المصحف عن باقي القراءات المختلفة في صورة الرحمن 78 ناهيكاً عن وجود علامات التعشير والزخرفة التي استحددت فيما بعد كما يخبرنا يحيى بن أبي كثير المتوفى سنة 132 للهجرة ولحسم النقاش في هذا القول نعتمد على النتيجة التي وصل إليها الدكتور التركي طيار التقولاج المختص في مخطوطات القرآن القديمة حيث ذكر في مؤلفاته أن المصاحف 3 المشهد الحسيني بالقاهرة ومصحف طوب كاب ساراي HS32 سلاش أربعة وأربعين وكذلك مصحف طاشقند أو سمرقان كلها مصاحف منسوبة للخليفة عثمان بن عفان وفي ضل غياب معرفة المسؤولين عن هذه المصاحف بعلم المخطوطات والخطاطة وضعوا في عصر من العصور دما وادعوا أنه للخليفة عثمان إلا أن اكتشاف كذبهم بالتحليل العلمي وللأمان لا نتهم هؤلاء المسلمين فقط بالتزييف والدعاء أنهم يمتلكون أقدم مصحف للقرآن في العالم فحتى مؤسسات أكاديمية مشهود لها بالكفاءة العلمية وهي جامعة بيرمينغهام ادعى بعض الأساسدة فيها أن الجامعة سنة 2015 ميلادية عطر على أقدم مخطوطة للقرآن في العالم وهي لمجموعة منغانا إسلاميكا أرابيك 1572 ألف بحيث أن مديرة المجموعات المجموعات خاصة السيدة سوزان راوارل أعلنت على أن هذه المخطوطة أقدم مخطوطة للقرآن في العالم وأضاف الأستاذ ديفيد توماس وهو أستاذ مقارنة الأديان أن كاتب هذه المخطوطة من المحتمل عاش في زمان النبي جهلاً أو متجاهلاً هو والأستاذ سوزان أن الرقعتين التي يتحدث عنها تملك المكتب الوطني الفرنسي بيبلوتك ناسينال دو فرنس 16 رقعة من نفس المصحف الأصلي للرقعتين بيرمينغهام تحت رقم أرب 328C ولم يدعي أي مسؤول أو مختص في المكتب الوطني الفرنسية كالبروفيسور فرانسوا ديروش أي شيء عن هذا الادعاء لأنهم يعرفون أن هذه المخطوطات ليست هي الأقدم ولكن الادعاء محبوكاً استخدموا الفحص بمادة الكربون المشع 14 الذي لا يعطي تواريخ مضبوطة والمتخصصين في علم المخطوطات لا يعتمدون على الفحص الكربون المشع 14 لأنه يختلف باختلاف المختبرات الجامعية وباختلاف العينات من نفس الرقعة والمثال فحص طرس صنعاء أكبر شاهد سوف نرى هذا الموضوع في حلقة قادمة على عدم مصداقية الفحص بالكربون المشع 14 عندما علمت بالخبر الكادب طلعت حينها على برنامج صندوق الإسلام ووسائل التواصل الجماعية وقلت أن هذه المخطوطة ليست أقدم مخطوطة قرآنية في العالم وقدمت دليل قراءة ابن عامر المتوفى سنة 118 هجرية وكذلك وجود ألف المد في كلمة فقالو التي كانت باستحسان عبيد الله ابن زياد المتوفى سنة 685 هجرية في عصر الحجاج بن يوسف التقافي ولحسم الموضوع في السنة الماضية أعلن الأستاذ قاسم السمرائي من جامعة لايدن الهولندية وهو خبير في المخطوطات أنها ليست أقدم مخطوطة قرآنية في العالم وكذلك أعلن قبله الأستاذ يوسف زيدان وعندما زار ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان مقر المجموعات الخاصة لمخطوطات بيرمينغهام وكان في استقباله الأستاذ سوزان وورل فهمنا لماذا ادعى هؤلاء كذبا على هذه المخطوطة الإشكالية المطروحة هي استغلال جهل المسلمين بالمعايير العلمية لدراسة المخطوطات ففريق يكذب ويضع خرافة ليقول أن المصحف هو أقدم مصحف في العالم وفريق يستخدم العلم ولكن في غير محله ليقول أنه يملك أقدم مخطوطة في العالم من أجل مساعدة سخية من أمراء الخليج فأقدم مخطوطة في العالم بإجماع معظم المتخصصين في علم المخطوطات هي طرس أو طلس صنعاء تحت رقم علمي D.A.M.01 شرطة 27.1 لمعرفة هذه المخطوطة انتظرونا الحلقة القادمة وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة